نشاهدين إلى موضوع آخر هذا الصباح نتوقف مع جائزة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم 2020 وشعار الدعاء في زمن الكورونا هذا الصباح معنا سيد صديق الخضور نطق باسم وزارة التربية والتعليم وهو أيضا منسق هذه الجائزة صباح الخير أهلا مرحبا بك معنا أصعد الله صباحك وصباح المشاهدين والمشاهدات جميعا والسلام دوما لأبناء شعبنا إن شاء الله أهلا بك معنا أستاذ صادق يعني بداية أننا نتحدث عن هذه الجائزة في دورتها الرابعة بدنا نعطيك لمحة سريعة عنها وما الهدف منها يعني بالتأكيد جائزة صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم أسست بقرار من سيادة الرئيس محمود عباس تم اعتمادها في العام 2017 هذا العام نحتفي في الدورة الرابعة الهدف منها هو استكشاف المبادرات المبدعة في السياق التربة وتعميمها وإشهارها إحداث حراك في المجتمع المدرسي بتحقيق تواصل بين كافة مكونات الأطراف ذات العلاقة بالمسيرات التعليمية التعلمية وبالتالي هي تأتي في إطار الاحتفاء بالمبادرات التي يقدمها معلمون ومعلماتها ثلاث دورات سابقة هذه الدورة الرابعة جديدنا في هذه الدورة هو إضافة محور خاص بإبداعات الطلاب أيضا والإبداعات في زمن الكورونا بكل تأكيد انصبت كل ما قدم وترشيحات لهذه الجائزة في هذا العام على موضوع الكورونا أكثر من غيرها بالتأكيد يعني معالي الوزير منذ اليوم الأول قال بأنه إحنا يجب أن نوفر حاضنة وإطار يهتم ويحتفي بالحريسين على إبقاء جذوة التعليم التقدة وبالتالي المعلمون والمعلمات هم الفرسان الذين انبروا لحمل الراية الحديث يدور عن مبادرات أخي خميس كانت في بداية الجائحة وبالتالي المشهد كان مرتبك أنا ذاك لكن عطاء المعلمين لم يكن مرتبكا وبالتالي نتحدث عن مبادرات قدمت وبالتالي هذا يعطيها زخم إضافي كان هناك مجالات أيضا محاور الجائزة هي كانت على تماس مباشر مع الاحتياجات في ظل الكورونا من ضمن محاورها لهذا العام كان هناك جواز عن التوعي والتفطيف الصحي رسائل للعاملين في زمن الكورونا التعلم عن بعد التدريب وبناء القدرات وكلها هذه محاور وغيرها أيضا الشراكي الناجز مع أولياء الأمور الشراكي مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني تطبيقات التكنولوجية هذا على مستوى المعلمين كلها كانت محاور أيضا تتقاطع والإبداع في ظل الكورونا دعني في هذا الإطار أترحم على إحدى عضوات لجان التحكيم اللي دفعت حياتها أيضا بسبب الكورونا أيات الكسواني يعني ونحن نعيد في شهادات التكريم الأخت آيات افتقدناها لأنها هي أيضا يجب أن تكون من ضمن المكرمين غدا رحلت وهنا نترحم على كل من قدوا بسبب الكورونا وعلى كل معلماتنا ومعلمين الشهداء والراحلين سابقا والذين تأتي هذه الجائزة أيضا لتؤكد الاحتفاء للعطاء في حذات رحمة الله عليهم بالتأكيد وبما أنك تفضلت وذكرت صادق أنه تم السماح وعطاء هامش للطلبة أيضا بالمشاركة في هذه الجائزة سيحكي لنا قليلا عن المنافسة ما بين الطلبة والمعلمين كيف كانت نسبتها المشاركة نعم يعني لدينا كان ألف مشاركة من قبل المعلمين لدينا ثمانية وعشرين مشاركة من قبل الطلاب هنا أتحدث يعني عن سياقات مكانية أشمل مدارسنا في الضفة الغربية بما فيها القدس قطاع غزي مدارسنا خارج الوطن مدارس حكومية خاصة وكالة غوث وبالتالي هذه الجائزة هي الأشمل مشاركات الطلاب يعني هنا أصطح در ما يقوله مع الوزير دوما بأن الطلبة قلب الأمر وبالتالي هم دائما في قلوبنا أن يضاف محور لهذه الجائزة ليكون خاص للطلبة بالتأكيد هذا يؤكد الاحتفاء بالإبداعات الطلابية وإحنا يعني من ضمن أبرز مكان في مشاركات الطلاب اللي هي الكتاب الإبداعية القراءة الأنشطة الإرشادية الأنشطة الرياضي الرسم وأيضا رسائل وجهوها للعاملين وجهها الطلبة للعاملين في زمن الكورونا باللغتين العربية الإنجليزية هذه الرسائل تعبر عن أن طالبنا الفلسطيني يعيق حطورة المشهد وتداعياته وطالبنا الحمد لله يرتقي لمستوى الحدث ومعلمنا يرتقي لمستوى التحدي بهذا الارتقاء من الطرفين إن شاء الله سننتصر على كورونا وعلى كل التحديات الماثلة في الطريق ودعينا في هذا المقام أوجه تحيير كل معلمين ومعلماتنا بالأمس وأول أمس كان هناك زيارات من رئيس الوزراء الإسرائيلي لسوسيا في مساف ريطة التي تتواجد فيها مدرسة لا يزيد على الطلافة عن 20 طالب وطالبة حتى من مساف ريطة كان هناك مبادرات موسيقية والكتاب الإبداعي تكنولوجية ورسالتنا دائما في وزارة التربية والتعليم إنه حان الوقت للبادية الجرداء أن تنبت الأجيال بدل الأشواك المبادرات التي أشرت إليها المقدمة من الطلاب والمعلمين ألف وثمانمية وشوي من الطلاب كلها طبقت أم أنه في مبادرات أصلا ما طبقت هي فقط على الوراق طبقت مبادرات المعلمين طبقت لأننا نتحدث عنهم الطلاب هي مجرد أفكار مجرد أفكار مستقبلا يعني بناء على مقياس خصوصا ما قدم من المعلمين في ظل الجائحة إيش ممكن أنها تنافس مستقبلا خارج فلسطين يعني بناء على نجاحتها أشكرك يعني جزء من أهداف الجائزة هو توثيق المبادرات الملهمة إشهارها وتعميمها جميل عندما نقول إشهارها وتعميمها هذا يعني أنه بعض هذه المبادرات ستكون محور لمشاركات دولية لمعلمين ومعلماتنا في المسابقات على اعتبار أنه اليونسكو اليونسكو في جهات أخرى الآن بدأت تأخذ هذه الجواز إحنا كنا صباقين لتخصيص هذه الجائزة والجائزة في الدورة القادمة قد تستلهم بشكل أو بآخر التركيز بعمق أكثر على بعض المحاور اللي كانت لكن بالتأكيد هي منطلق بعض المعلمين بالمناسبة المتقدمين ولو أريد استباق الأحداث قد يكونوا فائزين هم من الحاليا منخرطين في المسابقات الدولية في هذا الإطار أستحضر أنا يعني معلمين ومعلماتنا اللي حققوا قصب الصبق دوليا أستحضر حاليا للحروب فداء زعتر جودة سيصان عبير القني ديرانة زيادة من غزة هذه أسماء بات لها حضورها الوازن على المستوى العالمي وبالتالي إحنا في وزارة التربية والتعليم نستثمر ولا أقول نستغل لأنه نستثمر الاستثمار في الإيجابة كل فرصة لتوفير يعني مساحة لإطلاع العالم على إبداعات معلمين الذين عندما نقول كيف نحول الأزمات إلى فرص في اعتقاد مبادرات معلمين تجيب عن هذا السؤال نتحدث قليلا عن الاحتفالية يوما غدا وأيضا نعطي مساحة للتحكيم كيف كانت أليطة في هذه المسابقة خاصة وأنه نحكي عن إبداع في زمن كورونا والعام الماضي كنا بأمس الحاجة لأي فكرة فكل الأفكار ممكن تكون مبدعة كيف عملتوا مع هذا الماضي؟ في هذا الإطار دعيني يوضح أننا الآن نداوم في معظم الصفوف مع عدد الثاني عشر افتراضيا عن بعد وبالتالي افتراضيا وإبداع في زمن الكورونا وبالتالي حتى الاحتفالية ستكون افتراضية برعاية ومشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الشتي ومعالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور مروان عورتاني وكافة المهتمين والمنخرطين بالشأن التربية ولكن أقلية التحكيم كان لدينا مستوين من التحكيم بعض المبادرات حيثما كانت المجالات قليلة كانت تحكيم مركزي البعض كان لوائي على مستوى المدرية ثم مركزي كله كان عن بعد هذا العام الجائحة عكست ذاتها حتى على آليات التحكيم مبادرات الطلاب حكمت من الجام متخصصة في المجالات الإبداعية وبالتالي استطعنا في النهاية الوصول إلى عشرات وأنا وضح أقول عشرات ولا أريد الإفسار عن الرقم أنه غدا إن شاء الله سنكون على موعد مع عشرات المبادرات التي سيتم الاحتفاء بها وإحنا من خلال جائزة صندوق الإنجاز والتمييز سنوفر مساحة أيضا لتوطين ما يستحق من هذه المبادرات في النظام التربوي كما ذكرت أنت لأنه جزء من الممارسات يستحق التعميم ويستحق الإدماج الآن السؤال الملح كيف ندمج هذه المبادرات كيف نشرها وأنت في الإعلام مشكورين دائما هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ولا أجامل تسجلون دوما موقفا مشرفا على صالح لصالح إسناد إبداعات معلمين ومعلماتنا وطلبتنا الذين سجلوا ولا يزالون مواقف مشرفة وكان لهم حضور وازن على جبين المشهد الدولي شكرك جزيلا شكر لأستاذ صدق الخضورة ناطق بسم وزارة التربية وتعليم منسق هذه الجائزة جائزة صندوق الانجاز وتميز لدعم تعليم 2020 الإبداع في زمن الكورنة شكرا مبروك للفائزين الفائزات من الطلبة والمعلمين والمعلمات مسبقا مع أن الإعلام غدا ساعة 12 في شيء افتراضي نعم نقول بك غدا في تمام الساعة الثانية عشر انتظرونا هناك رابط تم نشره على موقع الوزارة هذا الرابط يمكن من خلال المتابعة أيضا ستبث تلفزيا تابعونا غدا في تمام الساعة الثانية عشر إن شاء الله سنكون على موعد مع يوم فلسطيني مميز لمساحة من الأمل في ظل هذا الألم الموجود شكرا أكيد راح نتابع لأننا دائما بحاجة لهذه المساحة من الأمل والتميز